على كل الأحوال نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي إلى خبر حزين الحقيقة احنا بنتقدم بخالص التعازي لأسرة النادي الأهلي وأسرة الفقيد زياد إيهاب حارس مار مفريق النادي الأهلي موليد 2003 اللي رحل على عالمنا بالأمس وزي ما أكد الكابتن خالد ديبو مدير قطاع الناشئين إن الحارس الشاب الراحل كان مشهود ليه الحقيقة بالكفاءة والأخلاق العالية جدا وكان محبوب جدا من كل الناس وكان واحد من أبرز المواهب الشابة في قطاع الناشئين مبارح شهدت مباراة فريقي الأهلي وفيوتشر طبعا في بطولة الجمهورية موليد 2005 شهدت وقوف لعبي الفريقين دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة على روح الراحل زياد إيهاب وطبعا كابتن محمود الخطيب بوي مجلس إدارة النادي أصدروا بيان نعي لأسرة الفقيد وزملائه دعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته طبعا خالص تعزينا لأسرته الكريمة طبعا خالص تعزي والواحد بيحزن جدا جدا لما بيجي وبيتكلم أو بينعي كمان أكيد الموت صدمة في حد ذاتها على أي حد وأي عمر ما فيش حاجة أسماء حتى لو شخص 80 سنة ما تيجي تقول ما هو 80 سنة دي دنيا الدنيا برضو ما فيهاش أنت لما بتوصل حتى لتسعين سنة مش بتبقى نفسك أن انت تموت أو بالنسبة لك الموت حاجة سهلة الموت شيء صعب ولكن أكيد مكتوب علينا جميعا ففكرة أننا ننعي حد دي حاجة أكيد بتحزننا وفي نفس الوقت لما يبقى شاب صغير كان لسه قدامه واستقبل عظيم جدا ربنا اختاره ولكن يعني هي دي سنة الحياة ربنا يصبر أهله يا رب أكيد ويصبر الناس اللي اتعاملت معاه ويقطع الناشئين والناس كلها أكيد برضو تعرف طبعا أكيد التعامل اليومي ده حزين جدا حزين جدا لأوا زملاء مع بعضه فريق واحد وفي مرحلة سنية زي كده طبعا يعني ما يغليهش على الخلق بس يعني هي الواحد بيحزن شيء يعني طبيعي